الهجرة غير الشرعية والحساسية البلغة اللي نشأت لدي شركائنا في الشمال المتوسط ده رغم ما تتطلع به مصر من مسؤولية ليس على سبيل تعهدتها القانونية زاء معاهدة 51 ولكن ترسها وحضرتها اللي تجعلها دائما مستقبلة لأشقائها وتوفر لهم نفس ما توفره لمواطنيها في طر الرعاية فلم تنشأ مراكز احتجاز وإنما تتحمل عبء كبير ولم تستخدم هذه القضية لابتزاز أي من الشركاء بدفع هذه الأعداد الكبيرة من الديوف لعبور والمخاطر المرتبطة بعبور المتوسط لعفاء أنفسنا وتحميل الآخرين بهذه القضية ولكن هذا لا يمنع أننا دائما نؤكد في إطار اتصالاتنا على ضرورة دعم مصر في هذا الجهد الذي تبذله أما إذا الإرهاب والمخاطر التي تحيد بنا ولازال أصحاب الشر يستهدفون ما أنا أتصور أنهم يعتبرونها الجائزة الكبرى وهي مصر وهي بعيدة عن المنال ولكن علينا لنا تجربة فريدة والحمد لله أيضاً بتضحيات القوات المسلحة والشرطة المصرية والتضحيات للمواطنين المصريين الأبرياء والإرهاب نال منهم فلها تجربة فريدة استطاعت من خلال أيضاً تناول نظرة شاملة أمنية وتنموية أن الحمد لله تقضي على المخاطر المرتبطة بهذه الظاهرة وخلال عدويتنا في مجلس الأمن طرحت الرؤية المصرية التي تأسست عليها إلى حد كبير استراتيجية الأممية التي ترحها السكتير العام لمكافحة الإرهاب والآن نترقص بشكل مشترك مع الاتحاد الأوروبي المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب أيضاً تقديراً للتجربة الخاصة والجهد اللي بذلته والتضحية اللي بذلته مصر في محاربة الإرهاب والتعريف بالمخاطر المرتبطة به الأمن السبراني ونحن نخدم على الزكاء الاصطناعي والاعتماد الكامل على النظم الرقمية هو التحدي للمستقبل وضرورة الوضع الحوكمة من خلال الإطار المتعدد الأطراف حتى نستطيع أن نحمي أنفسنا من مخاطر المرتبطة بالأمن السبراني وأيضاً لجوء الجريمة المنظمة لاستغلال التطورات الرقمية السياسة الخارجية لابد أيضاً تواجه المتطلبات المستحدثة ومن هنا كان هناك تنمية لقدرات الدبلوماسية العامة في إطار التواصل مع الإعلام مع مراكز البحثية مع الجامعات للتعريف بالرؤية المصرية إذا القضايا سواء كانت الداخلية أو الإقليمية أو الدولية الدبلوماسية الثقافية وإبراز الهوية المصرية هوية خاصة هوية راصخة في سبع تلاف سنة من التاريخ شهدت عصور وفرعوني فإبتي فإسلامي فمتوسطي كلها محل اهتمام من الدول ومن الشعوب وعلينا أن نحافظ عليها أيضاً الثقافة العربية وأبرز الروائيين والكتاب والمثقفين المصريين وقدرتهم على التأثير الصورة الزهنية لمصر وضرورة الدفاع عنها دفاع عنها من خلال مثل هذا الحكاية حكاية وطن وضرورة الترويج لهذا في الوسائل الإعلام المحلية والدولية حتى يتم الحفاظ على الصورة الزهنية الإيجابية لكل ما يفعل وكل التضحيات اللي بتبزولها مصر القوى النعيمة لمصر ومدى تأثيرها سواء في العالم العربي أو ما يتعدى ذلك فهي أيضا من الأمور المهمة الزيارات للفرق الرياضية المشاركة في المنتديات كلها أمور هي برصيد متراكم بيعزز من قدرة الدولة ومؤسساتها